بفيديو اليوم راح تشوفوا كيف حولت هاي الصورة لهاي 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 السلام عليكم و اهلا وسهلا فيكم بفيديو اليوم ما تعمل سكيب رجاء نركز معاي لاني راح اعطيك سر صغير بسيط تقدر تسوي فيه صورتك بدون ما حدا يشوفها هس بنفهم شو يعني نزلت هالشورت اليوم من كم ساعة طبعا زي ما بتلاحظوا الصورة رسملي ايها كانت ناعمة كأنها بنت فانا اكتشفت للأسف اني انا كائن مخربط في الامر اللي كتبته في الفيديو المهمة علينا راح نصحح هذا الموضوع ان شاء الله بفيديو اليوم و راح افرجيكم كيف تطلعوا صوركم بافضل شكل يعني تخيلوا انتوا كيف بالبداية كانوا يرسومني تطلعوا كيف صورة ناعمة جدا هذا انا تخيلوا وهذا انا برضو مش عارف كيف المهم اليوم ان شاء الله راح نلغي كل هاي الصور السيئة و راح نعرف كيف نحول صورنا لهاي الصور الرهيبة جدا فركز معاي و خلينا نبدأ بداية صديقي العزيز احنا محتاجين نفوت على سيرفر ميت جيرني ما راح اشرح بهالفيديو كيف تفوت عليه لانه بسيطة امور سهلة ولكن لو كنت مش عارف كيف ارجع على الشورت اللي راح اكون يتارك لك رابطها تحت الفيديو حكيت فيها كيف تفوت على السيرفر تبعهم طبعا بامكانك تطبق هاي الخطوات على الكمبيوتر و على التليفون على التليفون انت محتاج انك تنزل تطبيق الدسكورد عندك بعدين بتعمل جوين على سيرفر الميت جيرني اوكي راح ننزل في القائم الجانبي و ندخل على واحدة من هاي القنوات اللي مكتوب عليها نيوبي هون الناس طبعا بيرسلوا صورهم و بيعدلوا عليها او بامكانك انك تخليه يعمل لك صورة من الصفر بدون ما يتخيلها يعني انه بدون ما يجيب صورتك و يعدل عليها يخليها كرتون بامكانك تكتب الاشياء اللي بدك اياها وهو يرسم لك اياها من الصفر احنا اليوم نحكي كيف تحولها لكرتون طيب في الطريقة الماضية انا حكيت لك تعال من هون اعمل upload للصورة واختار صوتك اللي بدك ترسلها او اللي بدك تعدل عليها و اعمل enter ارسلها طبعا هون لما ترسلها كل الناس اللي عشات هون اللي موجودين بيشوفوا صورتك ولكن في طريقة سحرية بسيطة بنروح على واحد بينه وبين اصدقائي برسل الصورة اللي انا بدي احولها بيني وبينه تمام بعد ما ترسل رح نيجي ناخذ الرابط تبع الصورة نفتح الصورة و بنحكي له open original رح نيجي هون على الرابط تبع هكلي كمين نحكي له copy وهيك خلصنا الخطوة الاولى برسل الصورة لصاحبي بجيب الرابط تبعها بعدين برجع على المتجيرني زي ما حكينا بندخل على اي وحدة من النيوب اللي موجودين هون اي وحدة ما في فرق بعد ما نفوت عليها رح نيجي نكتب الامر التالي slash imagine im رح يعطيني هو لحاله الاقتراح نختار الامر بنلسق الصورة او الرابط اللي احنا جبناه تبع الصورة بعدين بنعطيه مسافة رح اروح اجيب انا الاوامر اللي كتبتها عشان اطلع لي هاي الصورة الخرافية انا عملت لها copy على اساس اني ما انساهم ارسلتهم لصاحبي هون فرح اكون تاريكي لك اياهم تحت الفيديو كمان اذا حبيت استخدمهم رح انسخها وارجع على المتجيرني وعند الرابط اللي انا نزلته او اللي عملت له paste او لسق زي ما حكينا بنعطيه مسافة بعدين بنلسق الامر اللي انا حطيته الامر زي ما انت ملاحظ بحكي لك كرتون انه انا بدي الصورة كرتونية realistic enemy style انها تكون بالطريقة الانيمي او بشكل الانيمي وتكون واقعية ultra real فائقة الواقعية 8k انها تكون بresolution 8k HDR انها تكون HDR الصورة تبعتي futuristic مستقبلية artwork انها تكون artwork neon انه يكون فيها تأثير النيون وبالنهاية cyberpunk style انها تكون بشكل cyberpunk او لعبة cyberpunk اللي نزلت اللي هي على اساس انها بقى 2077 المهم بنكبس على enter هون بحكي لك accept بتعمل له accept للتوس او تي او اس اوكي بعد ما وفقنا على الشروط عملنا accept tos ما رح يعمل لك الصورة بنعمل له slash imagine ونجيب رابط الصورة مجددا اوكي ننسخ الرابط نعطيه الرابط مسافة ونروح نجيب الامر اللي انا استخدمته بالفيديو بهالشكل نرجع محل ما كنا على المتجرني حكينا هون مسافة مهم بعدين enter رح يبدأ حاليا يتخيل في صورتي زي ما انت ملاحظ حط عليها علامة صفرة عشان يحكي لانه هاي الاشي تبعي لانه في مليون واحد غيرك بيستخدم الشات فعشان تعرف الاشي اللي بخصك انت او اللي انت ارسلته رح يكون تارك لك ايام ضلل باللون الاصفر زي ما انت ملاحظ في عندك عداد هون percentage بعد بس يخلص رح يعطيك صورتك فانت لا تكون عجول اصبر شوي اصبر وخليه يطلع لك النتيجة الحلوة زي ما انت ملاحظ يا صاحبي صارت 93% وانراحة هاي المشكلة انه كل الناس بيستخدم على الاشي المجاني فالصور طالع نازلة تمام هايها زي ما انتم ملاحظين مضلل باللون الاصفر رح نيجي نكبر الصورة زي ما انت شايف رح يعطيك اربع صور من الاشياء اللي انت اعطيتوا اياها او من الصورة اللي انت اعطيتوا اياها كل صورة بستايل معين طبعا انت بامكانك تختار كل الصور فخلينا نشرح السريع الـU شو بتعمل والـV شو بتعمل اذا اخترت U رح يكبر لك الصورة اللي انت اخترتها اذا اخترت الـV رح يعطيك اكثر من صورة لنفس الصورة اللي انت اخترتها او اكثر من متغيرات لنفس الصورة باشكال اخرى يعني هسا حاليا انت عندك الصورة عدها من هون واحد اثنين ثلاث اربعة U1 هون U2 هون U3 هون U4 لهاي وبالنسبة للـV نفس الموضوع طبق على نفس عدد الصور المهم اذا بدي اكبر الصورة مثلا عجبتني هاي رقم اثنين رح احكيله Upscale رقم اثنين اذا بدي منها اكثر من نسخة بحكيله عليها V V رقم اثنين تمام طبعا هون لما نفتح الصورة ما رح يكون فيها تفاصيل نفس التفاصيل اللي رح يعطينيها في الصورة المكبرة يعني خلينا نشوف ونستمى الصور اللي رح تيجينا تمام هاي الصورة الثانية اللي هي اخذنا فيها احنا اكثر من متغير لنفس الصورة زي ما انتم شايفين اعطاني برضو تصورات اخرى لنفس الصورة فبإمكاني حاليا اكبر الصورة اللي بدي اياها واسيبها اوكي خلينا نشوف الصورة اللي احنا كبرناها ندور عليها تمام حاليا كبرت الصورة معنا زي ما انتم شايفين هو يعطاني اياها بتفاصيلها كاملة حاليا بقدر احكيله Open Original ورح تفتح لي على المتصفح زي ما انتم ملاحظين صار فيها تفاصيل خرافية بس ليش حاط لي في داني هاي انا مش فاهم يا بشر احنا مسلمين مسلمين طيب خلينا اجرب الله اضيف كلمة مسلم عليها شوف شو رح يصير هاي ضفنا كلمة مسلم انتر خلينا نشوف بسم الله اوكي نايس والله حلوين جدا صراحة انا رح اوخذ الابسكيل تبعها هذول الثنتين اللي هم ثلاثة واربعة قبل ثلاث وقبل اربعة زي ما احنا شايفين يا جماعة الخير برضو مع مسلم حط لي اشي في داني المهم بعد ما تحكي له Open Original رح تفتح معك الصور زي ما حكينا كليك يمين ونحكي له Save Image وهيك انت بامكانك تسيفها وتحفظها على جهازك وتستمتع في صورك بالذكاء الاصطناعي اللي غالبا ما بتكون مطابقة للواقع ولكن طبعا يعني شي جميل لهون يا جماعة بكون انتهيت من الفيديو فان شاء الله يكون عجبك وافادك لو عجبك لايك ما عجبك دس لايك وحكي لي شو اللي عجبك وشو اللي ما عجبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة